متابعة قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وفي احسن حال النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن النموذج Seed Dance 1.0 Pro اخيرا هنجرب مع بعض البرو كنا جربنا من قبل Seed Dance 1.0 Lite ودي كانت النسخة المتاحة اعتقد ان احنا جربناها من خلال جونس بارك وكانت نسخة اخف فمن المفترض ان Seed Dance Pro هيكون اقوى من الخفيف وافضل من حيث النتائج وده اللي هنختبره مع بعض النهاردة هنختبر النهاردة حركة الكاميرا وحركة الابجيكت الموجود داخل الفيديو وده من خلال بعض الاوامر اللي هتساعدنا اكتر نعرف هل فعلا نموذج Seed Dance Pro قوي ومختلف زي دايما ما كنت شايفاه من ساعة ما طلع ولا مش هيكون في فرق كبير ما بينه ما بين اللايت ده اللي هنشوفه مع بعض النهاردة هنشوف من ناحية الجودة من ناحية دقة تنفيذ الاوامر من ناحية التناسق بتاعة الشخصية وايضا هنشوف حركة الكاميرا يلا بينا نبتدي مع بعض من خلال موقع يقدر يديك كريدتس بشكل مجاني عند التسجيل فيه لان انا لقيته على مواقع اخرى موجود ولكن بشكل مدفوع لكن لقيته من خلال هذا الموقع هيديك بعض الكريدتس اللي تجرب به النموذج بتاع النهاردة وهو Seedance 1.0 Pro يلا بينا وارجعنا لكم مرة تانية عشان نتجرب مع بعض Seedance 1.0 Pro اللي هتلاقيه موجود على موقع رانكونفي حطلك الرابط في الوصفة أسفل الفيديو لما بتسجل فيه أول مرة بيديك 75 كريدتس بتجرب من خلال البلاي جراوند النماذج الموجودة فيه النهاردة ان شاء الله هنختار Seedance 1.0 Pro زي ما انتم شايفين في مجموعة من النماذج الأخرى عندك BO3 عندك Link2.1 عندك High Low O2 وعندك Seedance طبعا اللي هنجربه النهاردة 1.0 Pro ويلايت طبعا قدام كل نموذج بيقولك هتستهلك قد ايه طبعا انت ليه 75 كريدتس فاحنا مش هنعرف نجرب بيهم غير البرو فقط لأن أولا الهايلو O2 احنا جربناهم قبل كده يعني ممكن نجربهم على جينس بارك يعني ان شاء الله بإذن الله ممكن نجرب على جينس بارك عشان نقارن ما بين البرو واللايت ولكن هنا انت حيديك للتجربة 75 كريدتس لو استخدمت الهايلو O2 حتستهلك ال75 كريدتس بتوعك لأنهما 72 كريدتس لو عايت تجرب Seedance هتقدر انك انت تعمل بفيديو بSeedance والكريدتس الباقية ممكن تستخدم Seedance 1.0 Lite او اي نموذج بقى من النماذج الموجودة اللي ممكن تاخد كريدتس قليلة ولكن اعتقد مش هتلاقي عشان نكون معك صريحة فانت هتجرب بالحساب اللي انت هتخش به لأول مرة Seedance 1.0 Pro وهنستخدم مع بعض اول امر ده الامر اللي انا هستخدمه Sport car سيارة رياضية وتعمد تختار حاجة يكون فيها حركة عشان نقدر نحكم على الحركة ونقدر نحكم على حركة الكاميرا لان انا هنا قلت له Sport car speeds through a rainy city يعني العربية رياضية او السيارة الرياضية دي بتجري في rainy city الانفيرومنت بتاحها at night دي البيئة الكاميرا بتتبع low front angle يعني هنا from a low front angle then cuts to a wide shot دي الحركة بتاعة الكاميرا وطبعا انا استعنت بشا جي بي تي علشان اختبر بان موزج يديني امثلة لأوامر قادر ان انا فعلا اختبر الحركة بتاعة الكاميرا واختبر الموفمنت بتاع الابجيكت الاساسي اللي هو هنا عندي السيارة الرياضية داخل الفيديو يعني هو اعطاني فقط امكانية ان انا اعمل فيديو بجودة 480 والأسبكت ريشو دي مش مفيش فيها مشكلة لكن بالنسبة للديوريشن خمس ثواني فقط فاحنا النتيجة اللي حنشوفها هتكون فيديو جودة بتاعة 480 بيكسل زي ما قلتلك احنا اهم حاجة عن ده الوقتي احنا بنختبر الموفمنت وحاخد نفس الامر دلوقتي واختبره على جين سبارك عشان نشوف السيدانس 1.0 لايت وايضا هجرب معاك تاني السيدانس 1.0 برو على جين سبارك دي النتيجة اولا ما خدش وقت زي ما انتم شايفين من المفترض ان العربية بتجري ان ريني ستي لان في مطر في الارض at night وهنا الكاميرا فولوس from a low front low front then cut to a wide angle shot والتسع الانجل تاع الكاميرا عشان تشمل الwide shot نشوف مع بعض الفيديو تاني بالفول سكرين هنروح بع المراضي على جين سبارك وحتدي اروح اجرب سيدانس لايت 16-9 خمس ثواني عشان تكون يعني المقارنة عادلة والاوتو برومت مش هفعاله انا عايزة الامر زي ما هو هبتدي اكتب الامر بتاعه والاسبكتري شو 16-9 وحبتدي ادوس انتر ونشوف النتيجة بتاعة الامر ده وهل في فرق ما بين الفيديو اللي تم انتاجه باستخدام البرو والفيديو اللي حيتم انتاجه باستخدام اللايت ده اللي حنشوفه دلوقتي مع بعض الموضوع مش هاخد مننا وقت كتير تم انشاء الفيديو تعالوا كده نبص على الفيديو بتاعنا فول سكرين انا شايفة ان لأ يعني النقلة ما بين حركة العربية للحركة اللي هو حصل كت كده للشوت والمفروض انه هو يديني وايد شوت لأ ما عجبنيش النقلة كمان لو خدت بالك هتلاقي النقلة ما بين المشهدين اللي في الفيديو ما كانتش نقلة ساليسة زي اللي موجودة في سيدانس 1.0 برو تعالوا نشوف بقى مع بعض كده مثال تاني هستخدم في سيدانس برو وحنستخدم امر تاني مشهد في حاجة بتتحرك يعني مثلا هنا ثعلة ببر يتحرك بهدوء في غابة مظلمة بالسلوك تتبعه الكاميرا من مستوى الارض ثم ترتفع ببطء ينكشف المنظر الطبيعي الابيض الواسع هنا المدة من 3 ل 5 ثواني هخليها لعشر ثواني وحبتدي برضو يعني انا هنا حطت لكم الامر بالعربي تعالوا نحط الامر بالانجلش تحسبة يعني بالانجلش وحبتدي افعل ومن 16 لتسعة ومن 15 لعشر ثواني وندوس انتر ونشوف داخل في مشهد اخر مختلف النتيجة هتكون عاملة بيبتدي يدي ريفلكشن وحيبتدي يعمل تحسين للامر اللي انا دخلته زي ما انتو شايفين 41% 42 الانتاج بتاعه ما بياخدش وقت كتير وحنشوف النتيجة دلوقتي مع بعض الفيديو تم انتاجه باستخدام سيدان سبرو وحبتدي عمله داونلود وتعالوا نشوفه على الفول سكرين حبطة السرعة شوية ونشوف تقييمنا ليه المشهد اللي احنا شايفينه قدامنا اولا حركة الكاميرا بفعلا المستوى منخفض وتيبتدي انها تترفع شوية بزاوية نعمة الاعلى الاسلوب السينمائي كويس والالوان بردة والاضاءة طبيعية ان احنا منتكلم عن سنو وتلج حركة الشخصية بتاعت التعلب بيبتدي ان هو يمشي وواضح ان هو بيمشي في التلج شوية بيواجهه صعوبة وفيه ثبات في الحركة بتاعة المشي ومفيش انقطع زي ما احنا شايفين ده بالنسبة لتقييم المشهد المشهد جيد جدا حيكتفي بتجربة النهاردة جربنا مع بعض سيدانس برو وايضا قرناه بسيدانس لايت اللي هو 1.0 طبعا بالنسبة للاتنين وشوفنا الفرق ما بين الاتنين واعتقد ان كانت النتيجة من وجهة نظري جيدة سيدانس نموذة كويس زي ما احنا شايفين السرعة في الانتاج حلوة جدا لتفاصيل كويسة وطبعا هو اعتقد هيكون ارخص من النمازج الاخرى اللي ممكن تديني نفس النتيجة اتمنى تكونوا استفادتم فيديو النهاردة شوفكم فيديو قادم بإذن الله على قناة كل يوم موقع جديد وياريت ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والكومنت لان ده بيفرق كتير جدا في وصول محتوى القناة الناس المفتمية بالمحتوى اللي احنا بنقدمه ولو كنت بتشوفنا لأول مرة ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته